اعترف وزير المالية عبد الرحمن راوية بحاجة المؤسسات والإدارات والمواطنين في جزائر لمركبات جديدة بعد توقيف نشاط الاستيراد والتركيب لعدة سنوات وقال إن الحكومة بصدد دراسة الملف وسيشهد انفراجا خلال الأيام المقبلة إن شاء الله ونفى الوزير إمكانية استفادة فئات جديدة من مستوردي السيارات من الإعفاءات الجمركية قائلا ذلك سيضر بالاقتصاد الوطني كما أن خطوة مثل هذه تتنافى مع سياسة انتقائية الدعم التي تتجه إليها الحكومة وتشكل عباء إضافيا على الخزينة والإدارات التي ستكلف بتطبيق هذا القرار وفصل وزير المالية في الملف بشكل أكبر مؤكدا أن التشريع ساري المفعول لتنظيم استيراد السيارات السياحية والنفعية من قبل الأفراد مع ضمان الإعفاء من الرسوم والحقوق الجمركية يتعلق بفئات محددة فقط يحصرهم التشريع في معطوبي الحرب التحرير الوطني الذين تساوي نسبة عطبهم 60% مع إمكانية اقتناء كل خمس سنوات سيارة سياحية جديدة بمواصفات محددة في القانون مع الإعفاء الكامل من الحقوق والرسوم الجمركية إذ تم استيرادها بالعملة الصعبة من حسابهم الخاص أما المعطوبين الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60% فيستفيدون من تخفيض في دفع الرسوم الجمركية تماشيا مع نسبة عطبهم وتحدد مدة التنازل عن السيارة بثلاثة سنوات وبالنسبة للأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني يتسنى لهم جمركة كل خمس سنوات سيارة سياحية تتناسب مع إعاقتهم مع الإعفاءات من إجراءات التجارية الخارجية وحقوق الصرف والإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة وتحدد مدة عدم التنازل بخمسة سنوات وتشمل الانتيازات أيضا المهاجرين المعنيين بتغيير الإقامة لغير المقيمين الذين يثبتون أنهم لم يستفيدوا من مزايا الإقامة وذلك بنفس الإعفاءات وختم الوزير قائلا هذه الفئات فقط التي يسمح لها الاستفادة من المزايا الجمركية حيث إن تعميم هذه الامتيازات سيثقل التوازنات المالية ويشكل اقتطاع من مداخل الجباية المحتملة ويتسبب في عبأ إضافي للإدارة التي ستتحمل عند تعميم هذه الإعفاءات تكاليف إضافية وتوسيع فئة الدعم بطريقة غير مبررة وهو ما يتنافى مع سياسة الدولة الخاصة بتوجيه الدعم فقط للفئات المستحقة وكما العادة خوتي دي بي تأكد من الخبر ستجدون المصدر في صندوق الوصف سلام ترجمة نانسي قنقر